النبي أخبرنا مكتوب على العرش حسين مصباح هدى وسفينة نجاة للوجود كله كاف بقية الله يقول كربلا ها هلاك العترة يا بقية الله يقول يزي ظالم الحسين لعنة الله عليه عين عطش الحسين صاد صبر الحسين سلام سلام على الشفاه الذابلة سلام على العيون الغائرة سلام سلام على الأعضاء المقطعات سلام على الرؤوس المشالة سلام سلام عليك يا حسين سلام على خدك التري سلام على شيبك الخضي سلام على بدنك السلي سلام على ثغرك المقروع بالقضي سلام عليك يا حسين سورة الفجر في ثقافة العترة إنها سورة الحسين هذا هو اسمها سورة الفجر هي سورة الحسين هكذا يعنونها أئمتنا صلوات الله عليهم فلابد أن تشتمل على ما يرتبط بذكر الحسين في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي المكان الوحيد في القرآن الذي جاء فيه هذا التعبير هذه جنة الله الخاصة إنها جنة الحسين وادخلي جنتي ما قالت الآية وادخلي الجنان وادخلي جنة من الجنان وادخلي جنة عدن وادخلي جنان الخلد وادخلي جنتي وجنته سبحانه وتعالى هي جنة الحسين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنها اللحظات الأخيرة في يوم عاشوراء تحدثنا سورة الفجر عنها قطعا الحسين أسمى من هذه المعاني لكن القرآن نزل إلينا لأجل أن ننتفع منه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ونزل كما يقول الباقر صلوات الله عليه نزل بهذا اللسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة نحن والألفاظ التي جاءت في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة بحسب أحاديثهم يا حسين يا أيتها النفس المطمئنة يا حسين ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الدم الذي سكن في الخلط يشير إلى هذه الحقيقة والذي اقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق هكذا نقرأ في زيارات الحسيني صلوات الله وسلامه عليه ولا أريد أن أقف عند هذه الجهة لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ماذا يقول الطوسي؟ ماذا يقول الطوسي؟ في صفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمئة من الجزء العاشري من تفسير التبيان وقوله يا أيتها النفس المطمئنة قال ابن زيد عن أبيه وإحنا راح نضال مع هؤلاء على طول التفسير ماذا يقول محمد وآل محمد؟ أدري يا طوسي بيك حساسية؟ عندك دودة؟ عندك سلابيح؟ شنو قصتك أنت؟ شنو قضيتك؟ تعال فهمنا فهمنا شنو قضيتك؟ كل ساعة وأنت راقض على ذوله إشعيط ومعيط محمد وآل محمد وين صاره؟ وين داره؟ أدري مو هذا قرآنهم؟ أنت شبايعت ببيعة الغدية؟ أبو الطواسيس حبيبي شبايعت؟ بايعت تاخذ التفسير من السدي ومجاهد وعكرمة والحسن البصري بيعة الغدير مالتك هي هذه من طيح الله حظك؟ وحظ البيعة مالتك وحظ المراجع البنجة في الماشين على برنامجك ومذهبك الطيح حظه طيح الله حظكم من أولكم إلى آخركم أطيح الله حظ مذهبكم وقوله يا أيتها النفس المطمئنة قال ابن زيد عن أبيه إن النفس المطمئنة التي فعلت طاعة الله وتجنبت معاصيه تبشر عند الموت ويوم البعث بالثواب والنعيم وقيل إن المطمئنة بالمعرفة لله وبالإيمان به في قول مجاهد وقيله وقيله ماذا يقول محمد وآل محمد وقارنوا قارنوا بين مذهب هؤلاء السفلة وبين دين العترة الطاهرة صلوات صلوات تترى على آل محمد وتف على آل طوسي تف عليهم وعلى تفاسيرهم وصلوات على آل محمد وصلوات على تفاسيرهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث الاستراباد النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة السادسة والتسعين بعد السبعمائة إنه الحديث الثامن بسنده عن داود بن فرقات قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ماذا قال اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم لماذا الصادق يقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم هذا الأمر ليس واجبا إنه مندوب محبوب عندهم اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الله الصادق هو الذي يقول هذه سورة الحسين لابد أن يذكر فيها الحسين صلوات الله عليه إنها سورته وحينما تبدأ والفجر بحسب تفسيرهم لقرآنهم الفجر عنوان لقائم آل محمد أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل السورة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة إلى الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل وقرأت ما قرأت من تفسير الطوسي لها الصادق يقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الله فقال له أبو أسامة وكان حاضراً في المجلس من أصحاب الإمام صلوات الله عليه كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة السؤال دقيق كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة هناك شيء خاص في هذه السورة لذلك الإمام سيجيب على هذا السؤال الجواب على قدر السؤال السائل يسأل عن خصوصية في شأن هذه السورة والإمام يجيب فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه ألا تسمع إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنما يعني الحسين بن علي صلوات الله عليهما فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليه الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم وأصحابه من آل محمد يشير إلى شهداء الطفوف من بني هاشم ومن شيعة العترة الطاهرة يعبر عن الشيعة في رواياتهم بآل محمد فشيعتهم هم آل محمد هذا التعبير ورد في رواياتهم مثل ما يقول صادقهم صلوات الله وسلامه عليه إِنِّي لَأْتَكَلَّمُ الْكَلِمَةِ إِنِّي لَأْتَكَلَّمُ الْكَلِمَةِ هذه الكلمة هي كلمة واحدة إِنِّي لَأْتَكَلَّمُ الْكَلِمَةِ لَكِنَّ الْإِمَامَةِ يُصَرِّفُهَا يُصَرِّفُ الْكَلِمَةِ على سبعين وجه هناك المصطلح المتحرك المصطلح المتحرك هذا العنوان ضروري للذين يتعاملون مع أحاديث العترة الطاهرة المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة تتحرك في ساحة فسيحة ووسيعة من المعاني خصوصا إذا كان الحديث في أجواء المعارف الغيبية آل محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وأبناء الحسين من سجادهم إلى قائمهم هؤلاء هم آل محمد وانتهينا هذا المعنى الحقيقي الأتم الأكمل آل محمد فاطمة فقط فاطمة فقط آل محمد علي وفاطمة والحسن والحسين أما علي فهو نفس محمد ولكن يدخل في هذا العنوان مع فاطمة ومع الحسن والحسين وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما سأله أحدهم عن أصحابه فقال النبي فلان فضله كذا وكذا فلان فضله كذا وكذا ولكنه ما ذكر علي فهذا السائل سأل رسول الله قال يا رسول الله إنك ما ذكرت علي قال إنك سألتني عن أصحابي وعلي ما هو من أصحابي علي نفسي لو سألتني عن نفسي لحدثتك عن علي علي هو محمد ومحمد هو علي صلى الله عليهما وآلهما أعود إلى الرواية إمامنا الصادق يقول فهو الحسين ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم لا زال إمامنا الصادق يتحدث يقول وهذه السورة نزلت في الحسين بن علي وشيعته وشيعته الذين استشهدوا معه وشيعة آل محمد خاصة من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين في درجته في الجنة إن الله عزيز حكيم تلاحظون جمال التفسير وحلاوة الحديث هذا هو معنى أن الكتاب لا ينفك عن العترة وأن العترة لا تنفك عن الكتاب من أوضح معاني هذا الحديث أن مضامين القرآن هي فيهم من أوضح مضامين هذا الحديث هذا الحديث له عدة آفاق أفق من آفاقه من أن الكتاب يكون مع العترة وأن العترة تكون مع الكتاب أن العترة هي الحاكمة على القرآن هي التي تفسره والمفسر حاكم هناك مفسر وهناك مفسر المفسر يكون محكوما والمفسر يكون حاكما هذا المعنى الأول من أن الكتاب مع العترة وأن العترة مع الكتاب الكتاب صامت فهو مفسر والعترة ناطقة فهي مفسرة وإننا نتحدث عن مفسر حقيقي عن مفسر أصل لا نتحدث عن مفسر مجازي مثل ما أفسر أنا أو غيري حتى وإن أخذنا من تفسيرهم لأننا نتحدث وفقا لفهمنا فعينما نفسر القرآن يقال لنا من أننا مفسرون ولكن بمستوى مجازي بمستوى المسامحة والتساهل في إطلاق اللفظ علينا المفسر الحقيقي الوحيد للقرآن هو المعصوم بصريح القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران بصريح القرآن المفسر الحقيقي الوحيد هو الحجة ابن الحسن أما نحن حينما نفسر القرآن حتى لو التزمنا ببيعة الغدير والتزمنا بأحاديثهم وفسرنا القرآن بتفسيرهم ما نحن بمفسرين إذا ما أطلق هذا الوصف علينا فإنه يطلق تجوزاً مسامحة تساهلاً في الإطلاق هذا التفسير خاص بإمام زماننا فقط صلوات الله وسلامه عليه ولذا هو يتفضل به على أوليائه المخلصين الوقت يجري سريعاً وأنا عندي الكثير من المطالب أعود إلى هذا التفسي فلا أجد شيئاً له من علاقة أو رابطة بالحسيني وهو يفسر سورة الفجر من أولها إلى آخرها هذه سورة خاصة بالحسين إنني لا أستطيع أن أقرأ لكم كل الأحاديث وإنما أأخذ بعضاً منها على سبيل الأنموذج كي تقارنوا بين دين العترة وبين المذهب الطوسي فكيف تفسر العترة قرآنها وكيف يفسر الطوسيون هذا القرآن إنهم يفسرون القرآن وفقاً للمنهج العمري حسبنا كتاب الله نذهب إلى فاصل الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الإسراء لازلنا في أجواء اللقطات القرآنية الحسينية وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنه كان منصوراً بحسب قراءة المصحف فلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ هذه لا النهي بحسب قراءة العترة الطاهرة فَلَا يُسْرِفُ لا النافية لا الناهية يكون الفعل المضارع مجزوماً فلا يُسْرِف الفعل هنا مسكن مجزوم هذه لا الناهية بحسب قراءة المصحف التي هي قراءة حفص بحسب قراءة العترة والتي نعتمدها أساساً في التفسير فإن الله نافية فلا يُسْرِفُ الفعل المضارع يكون مرفوعاً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسْرِفُ في القتل إنه كان منصوراً ماذا يقول أبو طوسي إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس يبدأ التفسير من صفحة 472 473 474 474 475 من صفحة 472 إلى صفحة 475 بالتمام والكمال شرق غرب نقل عن الجميع ولكنه لم يُشر إلى سيد الشهداء لا من قريب ولا من بعيد في ثقافة العترة الطاهرة فإن أوضح وجوهها وأفاقها في الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحن لا ننفي الوجه الذي يرتبط بجريمة القتل التي تُرتكب في كل الأرض هذا الوجه موجود في الآية الآيات لها وجوه وآفاق آيات القرآن مثل ما حدثونا لها مطالع ومجاري تجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمار المجرى الأعلى الأفق الأسمى في الآية يرتبط بحسين وإمام زماننا أقرأ عليكم من كامل الزيارات من كتاب من كتب حدثتكم عنها في يوم أمس من أنها كتب ذهب هذا واحد منها كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الحادية والستين إنه الباب الثامن عشر الحديث الخامس بسنده بسند ابن قولوي عن محمد بن سنان عن رجل يسأل إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه عن قوله تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانَا فلا يُسْرِف بحسب قراءة المصحف فلا يُسْرِف في القتل إنه كان منصورا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا ولذا فإن القراءة ستكون فلا يُسْرِف نحن نفسر بحسب هذه القراءة لأننا إذا قرأنا فلا يُسْرِف هذا نهي عن الإسراف في القتل والإمام لا يفسر الآية بهذا الوجه وإنما ينفي الإسراف عن الإمام حتى لو قتل أهل الأرض لكن الإمام لن يفعل هذا إمامنا الصادق يريد أن يقول من أن دم الحسيني هو دم الله مثل ما نسلم عليه في زياراته السلام عليك يا ثار الله يا دم الله الثار هو الدم في لغة العرب الثار هو الدم السلام عليك يا ثار الله يا دم الله فهل يمكن أن يعوض دم الله بدم أحد من أهل الأرض إمامنا الصادق في الآية يقول ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا وقوله فلا يسرف وليس فلا يسرف التحريك هنا حركوه حركوا النص بحسب قراءة المصحف وهذا تحريك خاطئ لأن الكلام هنا تفسيري ونحن في تفسير القرآن نقرأ بحسب قراءة العترة والعترة يقرؤون فلا يسرف وليس فلا يسرف إنما نقرأ في التلاوة بقراءة المصحف وقوله فلا يسرف في القتل لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقتل والله ذرار قتلة الحسين بفعال آبائهم لأنهم راضون بفعال آبائهم هذا المعنى بيّن في الروايات والأحاديث أطوسي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا المضمون حتى ولو كان في الحاشية إنه يتجنب تفسير العترة بقدر ما يستطيع هل هذا يحبه إمام زماننا؟ هل يحب إمام زماننا تفسيراً بهذه الطريقة؟ هل يحب مفسراً يفسر قرآنه بهذه الطريقة؟ نحن بايعنا أمير المؤمنين في بيعة الغدير في الغدير الأول وبايعنا الحجة بن الحسان في بيعة الغدير الثاني على أن نأخذ الدين منهم فقط وأن نأخذ التفسير منهم فقط ومثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم هذا علي يفهمكم بعد العلم والفهم والمعرفة والفقه والتفسير والثقافة نأخذها من علي وآل علي فقط قارنوا بين دين العترة وتفسيرها ومذهب الطوسي وتفسيره لهذا السبب أصر وأكرر قولي من أن القوم ما هم على دين العترة هم على مذهب الطوسي وهذه معالم مذهب الطوسي وهي واضحة وصريحة بين أيديكم إذا لم تثقوا بكلامي فعودوا بأنفسكم إلى هذه الكتب التي أقرأ عليكم منها وتأكدوا بأنفسكم من هذه الحقائق كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم من سورة الإسراء أذهب بكم إلى سورة التكوير وهذا هو الجزء العاشر من تفسير التبيان للطوسي في سورة التكوير بحسب المصحف وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الآيتان الثامنة والتاسعة بعد البسملة من سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بحسب قراءة العترة الطاهرة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه قراءة العترة ونحن نفسر القرآن على أساسها ولكن بحسب قراءة المصحف وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الطوسي الطوسي ماذا قال في تفسيره في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئتين وقوله وإذا الموؤودة سئلت فالموؤودة المقتولة بدفنها حية فكانت العرب تأد البنات خوف الإملاق وأدها يأدها وأدا فهي موؤودة أي متفونة حية ويستمر في هذا الكلام وينقل عن فلان وفلان وفلان مثل ما مر علينا في المواطن السابق نحن لا نريد أن ننفي هذا الوجه لكن الوجه هذا يأتي في الحاشية والقراءة التفسيرية الصحيحة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت الطبرسي رغم أنه يتبع المنهج الطوسي في تفسيره وهو على المذهب الطوسي ومن أئمة المذهب الطوسي في تفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن في الجزء العاشر وهذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين ورويه عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما عن الباقر والصادق وإذا المودة سئلت بفتح الميم والوا هذه قراءة العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون عن أي شيء يسألون عن ولاية علي وآل علي ومثلما يسألون عن ولاية علي وآل علي المودة تسأل أيضاً وهذه المودة لها رموز رمزها الأول فاطمة ورمزها الثاني الحسن المجتبى ورمزها الثالث الحسين الشهيد لكن الأحادثة ركزت على الحسين لأن معنى القتل كان الأشد عند الحسين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان كان يحدث أصحابه عن أن الحسين يقتل قتلة لم يقتل أحد قبله ولا بعده بقتلة كقتلته صلى الله عليه الله عليه وآله وهو حي وهو حي كانت حوافر الخيول تدوس صدره وظهره فهويت إلى الأرض جريحاً لازال حياً تطأك الخيول بحوافرها وهو على قيد الحياة فهويت إلى الأرض جريحاً في زيارة الناحية المقدسة تطأك الخيول بحوافرها النبي يقول يقتل الحسين قتلة لم يقتل أحد قبله ولا أحد بعده كقتلته هكذا قتل الحسين ولذا فإن السؤال بالدرجة الأولى يكون متجهاً بهذا الاتجاه بالاتجاه الحسيني وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت يا حسين ما هو ذنبك ما هي جريمتك يا حسين هذا السؤال يوجه للكون كله فلا يُعقل أن يوجه السؤال للكون كله بعد أن تهاوى كل شيء عن طفلة وأدوها في العصر الجاهلي مع أنها جريمة شنعاء مع أنها ظلامة شديدة ولكن أين يكون هذا من الذي جرى في عاشراء فحينما نقرأ في الآيات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرات وإذا العشار عطلات وإذا الوحوش حشرات وإذا البحار سجرات وإذا النفوس زوجت كل هذا يجري من التغيير الكوني الهائل عند بداية يوم القيامة هذه العلائم والإرهاصات في أجواء وأفناء يوم القيامة وهنا يأتي السؤال وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت نقرأ في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة السابعة والعشرين بعد الثلاثمائة من حديث طويل بسند الكليني عن عبد الحميد بن أبي الديلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال فقال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ثم قال وإذا المودة سئلت المطبوع هنا وإذا الموؤودة سئلت في النسخ القديمة والتي أحفظ منها الرواية هذه في النسخ القديمة في النسخ القديمة وإذا المودة سئلت المطبوع هنا وإذا الموؤودة سئلت وسياق الرواية واضح فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ثم قال وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت يقول أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها مودة القربة بأي ذنب قتلتموه هذا هو قرآنه هذه آياتهم هذه أحاديثهم يريدون منا أن نعيش معهم في قرآنهم في تفسيرهم هذا هو دينهم أما دين حفزة النجف فما هو بدين العترة الطاهرة أنا لا أقرأ عليكم من كتب الصوفيين والعرفانيين حتى يقول قائل هذه تخرصات الصوفيين والعرفانيين ولا أقرأ عليكم من كتب الغلات والنصيريين حتى يقول قائل هذه كتب الغلات الملعونين ولا أقرأ عليكم من كتب اليهود والنصارى ولا من كتب الوهابيين والنواصل ولا أقرأ عليكم من الكتب الشيعية التي هي ليست من كتبنا القديمة المعروفة إنني أقرأ عليكم من الكافي هذه الكتب الذهب إنني أقرأ عليكم الكلام الذهب هذا كلام علي وآل علي هذه كلمات صادق صلوات الله وسلامه عليه أئمتنا يريدون منا أن نتدبر في قرآنهم في هذه الأجواء وأن نعيش قرآنهم في هذه المعاني يريدون منا أن نتواصل معهم بهذه الثقافة وهذه المعرفة وهذا هو معنى من أن الكتاب والعطرة لا يفترقان لا يفترقان من جهة التفسير ولا يفترقان من جهة المعنى في الآيات فكل آية هي فيهم فيهم أو في شؤونهم وحتى إن كانت في أعدائهم فهي من شؤون البراءة من أعدائهم القرآن كله فيهم عبق علي يفوح من كل حرف من حروف القرآن عبق علي يفوح في كل آية في كل سورة في كل بسملة في كل حرف من الحروف المقطعة هذا هو قرآنهم وهذه ثقافتهم فاحكموا بالإنصاف فيما بيني وبين القوم ألستم حقا حينما أقول من أن دين العترة شيء ومذهب أطوسي شيء آخر وانتظروني فإن الحقائق تترى سأعرض وأعرض لكم الشيء الكثير ونقرأ أيضا في كامل الزيارات في الباب الثامن عشر في صفحة الحادية والستين إنه الحديث الثالث بسنده عن محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله عن بعض رجاله عن بعض أصحابه أصحاب ابن أبي عمير وهو شخصية سامقة بين أصحاب الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال نزلت في الحسين بن علي هذه هي اللقطات القرآنية الحسينية التي قلت لكم إنني سأعرضها بين أيديكم فقارنوا قارنوا قارنوا بين ما جاء في تفسير دين العترة وما جاء في تفسير المذهب الطوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر